السلام عليكم أصدقائي تلاميذ الصف الأولى الحلوين درسنا لهذا اليوم الهمزة مع الضمة التي نقرأها أو نقرأها وهذا أخذناها في الدرس الماضي في موضوع أمين هذه أ وهذه أو نقرأها سوية أم 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 نقطة ين يعني ماذا قال ايمن هذا كلام ايمن ماذا قال امي 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 انا 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 واقبال 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 اقبال بدأنا بدأنا نقرأ 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 ايمن ايمن قرأ 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 نقطة ين لاحظوا عزائي هذه الهمزة نكتبها هذه الهمزة مع الضم نقرأها نقرأها أو 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 هذه الهمزة مع الفتحة أ أ وهذه الهمزة مع الكسرة نقرأها إ أ أ أ إ إ إ تهدرسنا لهذا اليوم حبايبي يرجى الاشتراك في القناة فعلوا جرس التنبيهات ضغطوا لايك حبايبي لصلكم كل ما هو جديد ومفيد من الدروس شكرا لكم وإلى اللقاء